اخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة الطيور ووضع اليوم حول طريقة صحيحة لتقديم البيض المسلوق فالكثير من يرتكب اخطاء عند تقديمه للبيض المسلوق للطيور قبل ما نبدأ في الشرح اتمنى اي واحد يدير لايك للفيديو ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلك كل جديد كما نعرفوا بان البيض المسلوق ضروري تقديمه للطيور خاصة اثناء مرحلة التزاوش اذ يحتوي على نسبة عالية من البروتين تساعد الفراخ عند فقص البيض على النمو بسرعة وهذه الاخطاء اذا ارتكبتها في تقديم البيض المسلوق راح تأدي بالضرر الى طيورك اول خطأ وهو عدم سلق البيض المسلوق مدة كافية يعني يكون من الداخل خاصة الصفار خضر فراح يدر الطيور يجب سلق البيض جيدا وطهيه جيدا على الاقل 15 دقيقة من 15 دقيقة الى 20 دقيقة هذه هي مدة سلق البيض ثاني خطأ وهو كمية التقديم هناك من يقدم نصف بيضة كاملة للطائر ورح تبقى ترميها وتفسد نقدم ربع بيضة لكل طائر كما تلاحظون قسم البيضة على اربعة بها بالقشرة ونقدم لكل طائر ربع بيضة وبهذا تقتصد في البيض ولا يفسد البيض عند الطائر لانه ما راح يأكل نصف حبة كاملة ربع بيضة لكل طائر ثالث خطأ وهو ترك البيض المسلوق للطيور لفترات طويلة في القفص مما يفسد بسرعة خاصة في فصل الصيف ويؤدي بالضرر الى الطائر والطائر راح يأكل منه بشكل عادي ولكن راح يضره لان البيض فسد في فصل الصيف نقوم بوضع البيض المسلوق للطيور بعد ست ساعات نقوم برميه ونزعه فورا لانه يصبح غير صالح بعد ست ساعات نرميه اما في فصل الشتاء نستطيع تركه ليوم كامل الخطأ الرابع وهو عدد مرات تقديم البيض للطيور هناك من يكتر من تقديم البيض المسلوق للطيور فيصبح دار للطائر مما يسبب التشحيم للطيور عدد مرات تقديم البيض للطيور نقدم مرتين في الأسبوع به بالقشرة مرتين في الأسبوع تكفي هذه هي عدد مرات تقديم البيض المسلوق للطيور مرتين في الأسبوع وضروري نقدموه به بالقشرة لاحتوائها على الكاليسيون تمنى أن الفيديو والمعلومات عجبتكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر شكرا